اهلا بكم مشاهدي جارية اهل مصر احنا النهاردة في مدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية بنعرض مشكلة بتعرض لها فانيين المعمل والاشعة الموجودين في مستشفى صدر المحلة اللي تعتبر من اول اماكن العزل الموجودة في محافظة الجمهورية احنا النهاردة معاهم هنتكلم عن المشاكل اللي بيتعرضوا لها وعن بعض الثقاطات اللي حصلت ليهم تكلمونا بقى عن المشكلة حصلة معاكوا يا جماعة دلوقتي حضرتك المفروض من اللي حصلة بعد القرار من اول نحنا نصف عز على حسب التعامل المباشر والتعامل المباشر تمام التعامل مع حالات مباشرين طالب انه نص قوة تشتغل ثلاثة ايام ونص قوة ثلاثة ايام تانين ونبدأ اخذ مبالغ اكبر من كده بكتير برضو يعني مع ذلك ان انا كنت بقى ثلاثة ايام في الاسبوع يعني انا بحضر ستاشر يوم في الشهر اللي بحضرهم وكنت باخد مبالغ اكتر من كده تمام احنا كمان ساعات مبناخدش اجازات يعني ساعات مبناخدش اجازات ساعات بيجي على المسلا الاعياد او المناسبات يمنع الاجازات على مصدر محضر ايام الاعيازات والكلام ده احنا بنتكلم في الشهور العادية دي تمام انا مثلا انا باخد خانس واربعين يوم اجاز اعتياد بيروحوا هنا بيروحوا علي اخر السنة ما باخدهمش واعدينش غريبين ما بنقولش لا بس ادوني حق بس ما تدونيش فوق حق طيب انا عايزة تلخصولي مطالبكو في واحد اتنين تلاتة عايزين حق انا مش حق انا واحد من كلابكو عايزين حق انا والمقصر يحاسم لا يعني انا بالنسبالي عايز حقه بخلاص انا مليش ضعب المقصب انا عايز حقه انا حضرتك انا سبعة وستين يوم خالطون ما فيش حاجة اسمها مقترح انا لها سبعة وستين يوم في ست ساعة مية وخمس وعشرين جنيه او تلاتة وتلاتين يوم في ميتين وخمسين جنيه وبعد كده يبقى شول التلاتين في المية بتاعه بس لكن مقترح ومش مقترح انا مفاهمش احنا دي باس طبعا زي ما قلت لحضرتك ان احنا متاسيمين فئة تعامل مباشر وفئة دعمل غير مباشر انا تعامل مباشر في ناس في المستشفى تعامل غير مباشر مبالغها مع البيئة مبالغها بكتير مع ان المفروض العكس ان انا اليومي انا فئة زي مين مثلا يعني مثلا عندك اداريين في عمال الناس اللي كلها بطريتهم بكترة شغلة اداري ما بيتعملش مع حالات وتقييمه وتنصنيفه وجاي من الوزارة ان هو دعمل غير مباشر ازاي تعامل مباشر بياخد مبلغ صغير والتعامل غير مباشر لان هي ده مكافأة استثنائية للتعامل مع الكورونا بص حضرتك بص حضرتك دلوقتي بالنسبة المباشر بياخد مكتين وخمسين مين في الاتنسى الساعة تمام المباشر اللي هو احنا زي الاطباء هو احنا والتقريد على اساس ان احنا مباشرين للموت فاحنا بنتكلم دلوقتي المكافأة اللي خدوها الجماعة زي الغير مباشر لا ما عشودش انا بتكلم يعني فيه جزء غير مباشر واحدين انا بتكلم عن مثل في الاغلبين فيه الغير مباشر زي المباشر بفرقش يعني احنا مش عايزين نقول لا احنا بنقول هنا دول اخدو زي الغير مباشر يبقى انت يعني بل بل اهم بل بل